نفت الحكومة الجزائرية على لسان وزير الشؤون الدينية يوسف بالمهدي تعرض المسيحيين لأي مضايقات من قبل سلطات بلاده مؤكدا على أن الدستور الجزائري يحمي ويراعي حرية ممارسة العبادة ويجعلها مضمونة بحيث تمارس في إطار احترام القانون الذي ينظم الشعائر الدينية لغير المسلمين وأضاف وزير الشؤون الدينية في تصريحات للإذاعة الجزائرية أن الدولة الجزائرية تحمي أماكن العبادة وساهمت في إعادة ترميم العديد من الكنائس التاريخية على غرار كنيسة سانتو بستان بعنابة وسانتا كروز بوهران وكذلك السيدة الإفريقية بالعاصمة مشيرا إلى أن بلاده ومن خلال القوانين المنظمة للشأن الديني تدفع رواتب رجال الدين المسلمين وغير المسلمين المتواجدين بالجزائر من ميزانية الدولة وأوضح وزير الشؤون الدينية يوسف بالمهدي بأن التقارير التي تنتقد مسألة حرية الاعتقاد والممارسة الدينية في الجزائر تستند على معلومات غير دقيقة الوزير الجزائري شدد على أن الوزارة تعمل على تسليط الضوء على الحقائق خاصة بعد أن أصبح لديها مقعد على مستوى مجلس حقوق الإنسان من جهة أخرى تقد وزير الشؤون الدينية الجزائري ممارسات دينية لغير المسلمين مثل الكنيسة البروتستانتية التي لم تنسج مع قوانين البلاد دون أن يقدم توضيحات بخصوص هذه الممارسات لفتا إلى أن بلاده لم تغلق أي كنيسة كما تم إشاعته بل قامت بغلق محلات غير مؤهلة لكي تكون كنائس تمارس فيها العبادة وفقا للقانون الذي يطبق أيضا على المدارس القرآنية والمساجد غير المؤهلة لتتم ممارسة الشعائر فيها وتعتبر تصريحات يوسف بالمهدي أول رد رسمي على بيان صحفي صادر عن الخارجية الأمريكية بتاريخ الثاني ديسمبر الماضي وضع الجزائر على قائمة المراقبة الخاصة بالدول التي تمارس انتهاكات جسيمة للحريات الدينية ترجمة نانسي قنقر